الموقف من الانتخابات لا يبدو ثابتاً من الأحزاب النافذة وإنما هو مرتهن بنتائجها فإذا كانت النتيجة النهائية الحصول على مقاعد برلمانية تؤهلهم للتقاسم غنائم السلطة يتم الإشادة بها وينظرون للديمقراطية المزعومة وأما إذا كانت النتائج تؤشر إلى خسارة فادحة أو الحصول على مقاعد أقل من المتوقع فها هنا تتعالى الصيحات بالتزوير والطعن وتستحضر كل نظريات المؤامرة المقاطعة العظمى للانتخابات لم تكن مخالفة للتوقعات وكذلك النتائج الأولية التي أعلنت لا تحمل مفاجأة إلا على مستوى عدد المقاعد إذ كانت التوقعات تشير إلى بقاء تقدم الصدريين لكن المفاجأة جاءت بخسارة قائمة الفتح المرتبة الثانية والمفاجأة الأكبر الخسارة المدوية لكتل عمار الحكيم وحيدر العبادي الكتل الخاسرة بدأت تلوح بأن هذه النتائج قد تؤدي إلى الانسداد السياسي وكأن الحالة السياسية في أوج تقدمها قبل ذلك بعد أن بات تشكيل الحكومات طوال الفترات الماضية يخضع للصفقات والتوافقات بين الزعماء السياسيين إضافة إلى شلل المؤسسات التي تحولت إلى إقطاعيات حزبية وعائلية وكالة رويترز ذكرت أن الأحزاب ذات الأجنحة الميليشيوية مستعدة للجوء إلى العنف إذا لزم الأمر لضمان عدم فقدان نفوذها في حال حاولت الكتل الفائزة إبعادها عن المشهد كذلك معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط رجح أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا في الخطاب من قبل الأحزاب الموالية لإيران وربما يتطور الأمر بسرعة إلى اشتباكات في الشوارع أو صراع مسلح أخف السيناريوهات هو تأخر تشكيل الحكومة وتعقد المباحثات بين الأطراف برعاية إيرانية حتى التوصل إلى تسوية تضمن مكاسب جميع الكتل القوية ففي قاموس هذه الكتل لا غالب ولا مغلوب وإنما مصلحة مشتركة